اه طيب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اكيد كلنا ملاحظين ان الفترة اللي فاتت دي او بقى انا كده اكتر من سنة كمان وفي مصورة اي 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 او زكاء اصطناعي ضربت كده في السوشيال ميديا. كل حاجة دواتي بقت بالزكاء الاصطناعي. حتى التلفونات الجديدة اللي بتنزل. حتى الشاشات الكمبيوتر. الشاشات التلفزيون. كل حاجة في حياتنا بقت بالزكاء الاصطناعي. فكرة لديكم فلا خوف عليكم. النهاردة كده اتطلع اتكلم معك على موقع في الزكاء الاصطناعي. احلى حاجة في الموقع ده ان هو يا معلم بيحتاج منك خبرة بمجدوء صفر في المية. يعني اللي هو اقصد ما فيش اي خبرة خاصة. لو انت خبرتك صفر في المية في الزكاء الاصطناعي فانت هتستخدم الموقع ده عادي جدا زيك زي اي حد خبرته مية في المية في الزكاء الاصطناعي. الحاجة التانية كمان الحلو في الموقع ان هو فريب كامل مجانا يا معلم. فايه هو الموقع ده? ونشتغل عليه ازاي? ونطلع منه صور عاملة ازاي? ده هيبقى موضوع حالة النهاردة ان شاء الله. بس كالعادة لو محتوى القناة عجبك يعني والفوديوهات اللي انا بقدمها عجبتها كده فما تبخلش عليا بالدعم المعناوي اللي هو عبارة على اللايك. كومنت جميل زي كده اشترك في القناة وانت مش مشترك. فعزهر الجرس. يلا بينا يا شباب. اه طيب يا جماعة بعد الانترو. كالعادة نخش اعطوه في انتو الحلقة. طيب بسوا يا شباب انا هسيب لكم لينك فيه صندول وصف او هو اسم الموقع زي ما هو ظهر قدامكم حالا هو كده ده اسم الموقع او. اما تاني انا هتيجي تخش تفتح الموقع هنا كده وهترغط هنا على كلمة هيجي هنا كده يطلب منك ان انت تعمل تسجيل دخول بحسابك على جوجل او حساب الجيميل بتاعك يعني او حسابك على ابل او لو انت مش حابب كده او كده وحابب تعمل مسلا باي ايميل تاني على اي حساب تاني مسلا على الياهو مسلا او حاجة فانت ممكن تقول له والله هنا كده وتبدأ تسجل وتعمل اكاونت جديد او حساب جديد فبراحتك بقى عايز تخش بحساب جوجل بتاعك عايز تعمل اكاونت جديد حاجة ترجع لك يعني فانا هحط الحساب بتاعي وارجع لكم طيب بعد خلاص محطيت الحساب بتاعي اعملي هنا بقى بص يا جماعة زي ما تقول لكم ما تخيبوش ما تقولوش الدنيا سهلة جدا هتيجي عندك هنا على كلمة كده اضغط عليها هنا كده هيفتعلك الصفحة دي طيب انا بقى عمي شيته اعمل ازاي بص يا معلم انت الفكرة كلها انت شوف عايز تتخيل ايه انت ايه في خيالك عايزه يطلع كصورة مسال مسال طبعا انت عشان تعمل الكلام ده اصلا انت لازم بقى فيه وصف معين طب الوصف ده يا عمي شيته انا اجيبه منين بص يا جماعة عشان من توش من بعد كده انا هفترض دلوقتي مسلا ان انا عايز ان انا اقول له ايه انا عايز صورة طائر اسطوري مسلا يعني يطير فوق اه مركب شراعية تمام ده اللي انا عايزه انا مش هينفع اكتب له ده هنا كده زي ما انا قلته لازم بياخده بوصف بشكل معين طب الوصف ده اجيبه منين عندك حاجة من اتنية تفتح موقع شاتجي بتي او ممكن مسلا برضوك الموقع ده سابقك فيه ندق الوصف ده موقع اللي هو اللي عامل تريند الايام دي بتاع اللي هو البرنامج الصيني او كده سواء ده او ده هيعمل لك نفس الحاجة دي طيب برضوك ايعمل هالي ازاي هتيجي هنا كده عادي خالصه باللغة العربية هتقول له هنا كده اوصف لي صورة طائر اسطوري يقوم بالتحليق فوق مركب شراعية شراعية بعد كده هتقول له هنا كده نقطة بعد كده هتقول له مسافة وقول له بس هنا كده باللغة الانجليزية عشان الموقع بتاع اللي هو الزكاة الصناعية ده جماعة ما بيبلش باللغة العربية تمام كده الموقع صاري خالص او هقول له هو يصف لي صورة طائر اسطوري يكون بالتحليق فوق مركب شراعية بقول له هنا نقطة باك اقول له باللغة الانجليزية وهضغط على اللي هو الدارة الزرق دي هنا كده بسواني على طول يا جماعة هو هيجيب لي هو الوصف ده اللي هو بيتكتب قدامكم حالا ده هاجي هلغط هنا على كلمة قبي دي اخدها قبي وهاجي ارجع لي الموقع هنا كده تاني وهاجي هنا فوق هنا كده واقول له هنا كنترول في بعد كده هضغط هنا على اللي هو السهم ده والشكل ده مثل الموقع ده كمان ان هو جماعة اعمل عدد لا نهائي برحتك من الصور وسريع جدا جدا زي ما نشوف مبعض دلوقتي كمان او خلاص هو خلاصالي شايفينا جماعة الكوالتي كمان بتاع الصورة والجودة بتاعت الصورة عاملة ازاي يعني الكوالتي عالية جدا طيب في حاجة كمان يا جماعة ميزة في الموقع ده ان انت ممكن بنفس الوصف برضو تعمل صورة تانية بس بمحرك اخر بمعنى ايه انتو لو جيتوا بصيتوا كده على اللي هو الشكل ده هناك وضغطوا عليه كل دي يا جماعة محركات بحث او كل دي طرق عمل زكاء اصطناعي يعني الوصف اللي انا كتبته كتبته والمحرك ده اللي هو شكل الوردة الحامرة ده هو اللي عملي الصورة دي طب لو فرضا مسلا فرضا انا اخترت اللي هو الشكل ده مسلا اللي هو الشكل الحصان الصغير ده ويديده نفس الوصف اللي انا واخده اهو نفس الوصف عادي خالص اهو وقلت له هنا تاني كده هيتطلعلك يا جماعة يعني هيتطلعلك اه يعني تخيل تاني او الصورة بشكل تاني مختلف تماما فالفكر اللي عايز او اصلالكو ان المحرك اللي هنا ده فيه تماما بتاع ست محركات كل محرك فيهم هيتطلعلك صورة بشكل مختلف عن التاني وانت ممكن بقى تختار بعد كده وتشوف ايه الحاجة اللي كانت مناسبة بالنسبة لك او اللي ماشي مع زوجك اكتر او بص مسلا يا جماعة شايفين ده او جاب لي حاجة تانية خالص طبعا الصورة لو انت عايزين تحفظوها ممكن دقاتوا على السهم ده هناك هتحفظ الصورة عندك يعني الصورة مابيش على اي حقوق طباعة ولا نشر ولا كام ده كله الصورة الملكية يعني بتاعتك انت همعلم طيب ده مسلا كان بالنسبة لحاجات دي كلها ممكن تختار بقى اي شكل تاني ممكن بتختار مسلا الشكل ده وبردك هيديك حاجة تالتة طيب عشان برضك ما انتوش في الفيديو طب الحاجة اللي بعدها دي الحاجة اللي بعدها دي انت عايز الصورة تطلع بابعاد عاملة ازاي يعني هو هنا هو بيجيب لك بتاعها اللي هو سكوير اللي هو واحد الى واحد انت ممكن والله تقول له انا عايزه مسلا ستاشر الى تسعة انا عايزه خمسة لتمانية يعني حسب انت عايزه صورة لك بالطول طلع لك بالعرض يعني لو انه مسلا ستشترك هنا مسلا دي كده وهنا برضك اه خدوا بالكو هنا انت ممكن تعمل الصورتين في نفس وقت مش صورة واحدة هو هنا الدفولت بتاعه بيتلاقي صورة واحدة انت ممكن تقول له والله انا عايزه صورتين طبعا اكتر من الصورتين هتبقى لازم انك يعني تشترك في الموقع او كده ستبعا انت مش محتاجين حاجة زي كده يعني صورتين كافين جدا يعني وهنا كمان فيه الضبط هنا بقى لو انت مسلا عايز تحط حاجات معاينة او تشيل حاجات معاينة يعني مسلا اللي هو ان اس اف بي دابلو دي اللي هو يعني يعمل لك صور ما يكونش فيها حاجة اه يعني مسلا ابيحة او فيها عوري او كده يعني فانت هنا ممكن ما تحط حاجات وتزود حاجات وكده بس ما عليك من لها دي يعني ما تلعبش فيها ولا حاجة طيب نجرب برضو كده يعني تخيل تاني ونشوف برضو هيتطلع عامل ازاي فهنيجي مسلا على الموقع اللي هو بتاع ديف سيك هنا كده مسلا وهنقول له والله هنا احنا نتخيل ايه مسلا مسلا يعني هنقول له والله اعمل لي صورة رجل عربي بملامح مصرية وهو آآ يحتفل مسلا بالنصر مع فريقه في كرة القدم تمام هكذا تقول له هنا نقطة بعد كده مسافة هتقول له هنا باللغة الانجليزية ماشي كده يا شباب واتغطوا على اللي هو السهم ده ماشي كده يا شباب باك هتقول له هنا كده هتاخد برضو الكابي وهتيجي عندك على الموقع وهنيجي هنا مسلا كده هنحط له الوصفة هوت بس يعني نصيحة جماعة خليكوا دايما شغالين باللي هو واحد ده طبعا التانيين كلهم شغالين وكل حاجة بس ده بيجيب لك افضل نتيجة واحسن نتيجة يعني المهم هتغط اول واحد هنا ده كده وهنقول له هنا كده هنقل على الزرد عشان نشوف النتيجة هتطلع تبقى عاملة ازاي لو ناخد بنا هو هنا خلاص هو بدأ بقى يعمل لي اتنين لان انا هنا هو في الشكل ده اخترت ان هو يعمل لي سلطين مع بعض مش صورة واحدة وانا بعد كده اموكم اختار بينهم يعني اوزا شايفين يا جماعة شايفين نتيجة عاملة ازاي يا جماعة شايفين الكوالتي بتاعت الصورة عاملة ازاي كوالتي عالية جدا وطبعا دي الصورة التانية وجايب لي برضو كنا تريبا على مصر هو مش عالي فيه بتاع فبصراحة البرنامج جميل جدا يعني نصيحة يا جماعة استخدموه البرنامج حلو قوي مستو ان هو مجانا طبعا البرنامج ده اصلا يعني مش جديد قوي او الموقع ده انا يا سيف يعني الموقع ده مش جديد قوي الموقع ده كان قديم بس يعني من قطر ما كان هو موقع كواس جدا كان صعب ان انت تستخدمه لانك كل ما تخش عديده تامن صورة او حاجة كان بياخد وقت طول جدا عاملت عليك النتيجة بسبب الزحم اللي كانت كل الناس عاملين ضغط على الموقع ده كده بسبب ان هو كان نتيجته ممتازة وفري فكل ناس الوقت بقى الموقع زي ما انت شايفين النتيجة بتطلع بسرعة جدا ووسولة جدا ودقيقة جدا حاجة بس اخيرة كمان ان البرنامج ده موجود منه نسخة على الايفون دلوقتي لسه مش للاندرويد انت لو جيت ضغط هنا كده هيقول لك اول اي او اس اب حينما الاندرويد هيقول لك قامنج سون فهو قريبا ان شاء الله هيجي للاندرويد فعامة انت مش محتاج يعني انت ممكن برضك حتى لو انت مبالك اندرويد افتح الموقع من على الموبايل وهيطلع لك النتائج يعني فبس شابتك حاجة النور ده كالعادة لو حق عجبك واستفدت مني حاجة اما تنخيش على بلايك كومنت جميل زي كده اشترك في كونت مش مش لك فازر الجرس وبس كده يا شباق